ويكز يحتفل بوصوله للرياض عبر إنستجرام قدم أغنية لمنشد سعودي شهير أعلن استعداده لتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض شارك مطرب الراب ويكز متابعي عبر ستوري حسابه على إنستجرام بمقطع مصور فور وصوله للرياض وكان بيغني داخل سيارته شيلة للمنشد السعودي بدر الشعيفاني وكشف عن ساعاته استعداده لإحياء حفله الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض حفل ويكز في موسم الرياض رح يجمعه بنجمي الراب مروان بابلو عفروتو وكان تم طرح تذاكر الحفل يوم سبعة من مارس وتنبيعها بعد دقائق من عرضها للبيع أسعار تذاكر الحفل لفئة في آي بي بتصل لـ 1150 ريال سعودي أما باقي الفئات فبتتراوح أسعارها بين 115 حتى 290 ريال اتردد مؤخرا وجود علاقة عاطفية بين ويكز وهدى المفتي بسبب استخدامهم نفس الرمز التعبيري لحالتهم على انستجرام لكن ويكز في لقاء سابق أعلن أنه ما بيفكر في الزواج في الوقت الحالي وما بيستطيع أنه يتحمل مسؤولية الأسرة والأطفال وحكى أنه رح يتخذ هذا القرار عن ما يشعر باستقرار في حياته أحمد علي هو الاسم الحقيقي لمطرب الراب ويكز ولد في حي الورديان بالإسكندرية وعاش طفولة قاسية أثرت على شخصيته بشكل كبير عامل ويكز في إحدى الشركات الاتصالات وكان متفوق في عمله واقترب من تحقيق منصب كبير وقتها لكنه اترك عمله واتجه للغناء لتحقيق حلمه بداية مشوار ويكز كانت أغنية بطل فيك لكن أولى نجاحاته كانت أغنية TNT وحققت ثلاثة ملايين مشاهدة واترحها أغنية دوركي هي سبب شهرته في الوطن العربي بأكمله فحققت هذه الأغنية 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط وواجهت وقت عرضها هجوم كبير بسبب اللون الغناء الجديد اللي قدمه بجانب الغناء خاض ويكز تجربة التمثيل وقدمه سلسل بيمبو مع أحمد مالك وهدى المفتي واستطاع أنه يثبت موهبته الجديدة كممثل خلال فترة قاسرة من ظهور على الشاشة اشتركوا في القناة